السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكاء الطفل الرضيء لماذا يبكي الطفل الرضيء؟ ما هي فوائد البكاء؟ ما أسباب بكاء الطفل الرضيء؟ كيف نعرف من حركات الطفل الرضيء أسباب البكاء؟ ما هو دور الأم لما يبكي ابنه؟ كيف تتعامل معه؟ دعنا نرى هذا الفيديو حتى نتعرف على كل هذه الاستفسارات ونجاوب عليها أولاً الطفل يبكي لأسباب عديدة والبكاء عملية فسلجية طبيعية يعني الطفل الرضيء إذا ما يبكي يجب أن نقلق يجب أن يبكي الطفل الرضيء البكاء أولاً يزيد من حجم الرئة يحسن النشاط الحركي ينظم درجة حرارة الرضيء وهو وسيلة التواصل الوحيدة بين الرضيء وبين من حوله الطفل يبكي طبيعياً لمدة ساعتين بأول أسبوعين من العمر تزيد الفترة إلى ثلاث ساعات في اليوم في عمر شهر ونص وبعد ذلك تنقص تدريجياً لتصبح ساعة في اليوم الواحد في عمر ثلاثة أشهر الأسباب كثيرة للبكاء منها الفسلج الطبيعي ومنها المرضي الأم يجب أن تتعرف من طريقة البكاء مع الخبرة هل هذا الشيء طبيعي أم لا لماذا الطفل يبكي قد يكون جوعان قد يكون يحتاج أن يغير حفاظته الأم بالخبرة تتعلم شنو سبب البكاء ولكن هناك أسباب أحياناً تكون مقلقة خلينا نشوف شنو هذي الأسباب مثل ما قلنا البكاء الفسلجي هذا شيء طبيعي لكن هناك أسباب ثانية تبدأ من الأشياء البسيطة مثل مغص الرضيع الحميد تغيير الحفاظة درجة حرارة الغرفة طفح في منطقة الحفاظة أو أحياناً أشياء نوعاً ما فيها خطورة مثل التهاب الشعب الهوائية أو مثلاً ثرابات في عمل القلب تسارع في نفض القلب أو التهاب المسالك البولية أو مشاكل في العين مشاكل لا حصرة لها لذلك الطفل اللي يبكي وعمر أقل من ثلاث أشهر يجب أن يقيم تقييماً صحيحاً من قبل الأم وبعدها الطبيب إذا كان الموضوع بسيط وفي الغالب هو يكون بسيط أو هناك موضوع ثاني قد يستدعي إجراء بعض الفحوصات أو أحياناً حتى يستدعي التنوين في بعض الأحيان إذا لا سمح الله الموضوع في القلب أو في الرئة أو في المسالك البولية مثلاً بعض الأطفال يحتاجون إلى التنوين طيب كيف نعرف من حركات الطفل اللي يسويها قد نتعرف على أهم المشاكل اللي يعانيها ونعرفها من الحركات اللي يسويها خلينا نشوف كيف نتعرف عليها هناك مشكلتين رئيسية يعاني منها الطفل اللي عمره أقل من شهرين إما المغص الحميد نسميه أو ارتجاع المريض المغص الحميد شون الحركات اللي يقوم فيها الطفل أولاً الطفل جيجي نوبات من البكاء بدايتها واضحة ونهايتها واضحة يبدأ يشد إيديه وأصابعه إلى الأعلى ووجه يحمر يصير عنده شحوب حوالين الفم شد البطن وانتفاخ بسيط في البطن شد الأطراف السفلة إلى الأعلى وتقوس الجذع إلى الأمام هذه النوبات تحدث في أي وقت من النهار أو الليل ولكن تميل الحدوث في الليل بينما بحمضة المري الطفل تجي النوبات من البكاء والاختناق أثناء أو بعد الرضاء يرفض الرضاء يقوس جسمه إلى الخلف أكس ما يحدث في المغص في المغص يتقوس للأمام أثناء ما يقوس جسمه إلى الخلف أحياناً يميل رأسه إلى اليمين أو إلى اليسار مع التقوس إلى الخلف مد الساقين أكس ما يحدث في المغص مع المغص يرفع الساقين للأعلى فبهذه الحركات لو الأم وصفت له للدكتور حيميز هل هو هذا مغص حميد أو هو ارتجاع مريض أو حموضة مريء ويتخذ الإجراء الصحية طيب ما هو دور الأم الأم عندها أربع نقاط رئيسي أولاً مراقبة البكاء والتمييز بين الطبيعي وغير الطبيعي اثنين وصف الحالة بدقة إلى الطبيب ثلاثة الامتناء عن أهم مشكلة دنواجها وهو ما يسمى متلازمة هز الطفل أو شاكين بيبي سندروم الأمهات يبقون يهزون بالطفل وكأنما الطفل هو دي يقولهم تعالوا هزوني هذه الحالة تؤدي إلى حالة خطرة لأن مثل ما نعرف الدماغ يحيط به سائل فإذا هزين الطفل بقوة دماغ الطفل رح يتحرك بالسائل بقوة وهذا يؤدي إلى تمزق في بعض الشرايين أو الأوردة ويؤدي إلى نزف دماغي وفي الحالة الطفل يبكي ومشكلته بإذن الله بسيطة رح نوصل إلى حالة خطيرة قد يحتاج إلى تداخل جراحي في الدماغ أو لا سمح الله شيء أخطر من هذا الحالة الشيء الرابع لننصف في الأمهات عدم يعطاه إلى أعشاب الأعشاب لا تعطين أي أعشاب لطفل يبكي لأن ما بها أي فائدة وابتعدوا عن بعض الأشياء الثانية مثل الأشياء الشعبية وخصوصا يعني نشوف لا سمح الله بعض الأطفال يكوهم الاعتقاد منهم أن الكوي لازم يعني يكون شيء هناك سبب لذلك لازم نكوي حتى يطيب وإلى آخرها من الأدوية أو الأول اجتهادات الطب الشعبي اللي ما بي أي فائدة شكرا جزيلا على المتابعة لا تنسون الاشتراك في القناة وإن شاء الله بإذن الله الفيديوهات القادمة ستكون بالتفصيل عن المغس الحميد للطفل المولود حديثا وعن حنسوي فيديو ثاني عن ارتجاع المريء عند الأطفال لأن هذه مواضيع مهمة يجب أن نتعرف عليها بالتفصيل شكرا جزيلا على المتابعة شكرا جزيلا على المتابعة